اشتركوا في القناة وأمرنا بتجنبها من بينها التبذير حيث قال الله تعالى وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ سورة الأعراض إن التبذير وتجاوز الحد سواء كانت في الأفعال أو الأقوال وهو أنواع كإهدار الماء والطعام والمال وغيرها فالتبذير من أكثر السلوكيات السلبية المسببة لكثير من المشكلات بالإضافة إلى أنه يكسب صاحبه الإثم على هدر النعم فالإسراف يعود على الفرد والمجتمع بالخسائر الكبيرة حيث يسبب ضياع وهدر الطاقة والمال وكل شيء وضياعها بلا فائدة في حين نرى الكثير من الناس في أمس الحاجة إليها كما قيل من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها دون أن يشعر مما سبق ذكره نستنتج أن التبذير عادة سيئة ويجب الإبتعاد عنها لنيل رضى الله سبحانه وتعالى قال الله العلي القدير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة